خلال أحد عشر يوماً من الحرب الصهيونية على قطاع غزة حققت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من هدف ونجحت في تأكيد وحدة القضية الفلسطينية وترابطها من القدس إلى الداخل مروراً بالضفة الغربية وقطاع غزة ولعل أهم ما أثمرته الحرب أنه لم يعد بإمكان الاحتلال الاستفراد بالقدس وأهله وأن القدس باتت أبرز محدد لفعل وسلوك المقاومة ما يعني بحسب محللين أن أي اعتداء مستقبلي على المدينة والمسجد الأقصى سيحرك المقاومة ويعيدها للاشتباك وهو بلا شك تحول نوعي غير مسبوق تحول يرسم خريطة جديدة لفلسطين من البحر إلى النهر بحماية ورعاية المقاومة غير أن التهديئة التي أعلن عنها الكيان الصهيوني فجر الجمعة من جانب واحد تواجه عدة تحديات قد تعيد الأمور إلى نقطة التفجر الأولى في هذه التحديات ما هدد به وزير الدفاع الصهيوني بني غانتس من أن قادة حركة حماس سيظلون أهدافا للاغتيال بعد انتهاء الحرب ما ينظر باندلاع المواجهات مرة أخرى كما أن الكيان الصهيوني يصر على أنه لن يسمح بإحداث تحول جذري على الواقع الإنساني والاقتصادي في غزة ما لم تحل مشكلة أسراه من جنود ومستوطنين لدى حركة حماس ما يعني تقويضا لأي محاولة لإعادة الإعمار في القطاع من جهة أخرى فقد أطلقت المقاومة ما أسمته معادلة غزة القدس التي بموجبها يحق لها العمل عسكريا غد الاحتلال ردا على سياساته في القدس المحتلة وهو أمر ربما سيؤدي إلى مواجهة جديدة لا سيما في ظل وجود حكومة صهيونية في تل أبيب تتحالف مع عصابات اليمين المتطرف التي تتعجل الخطوات لتهويد القدس واستهداف الفلسطينيين في كل مكان ترجمة نانسي قنقر